وخلال تدخل مصالح الأمن في تيفيلت في إطار تفكيك الخلايا الإرهابية لصباح اليوم هاجم أحد الإرهابيين المشتبه بهم هاجم ضابطا للأمن وأصابه بجروح بليغة على مستوى يد اليمنى كما نلاحظ في هذه الصورة الحصرية التي حصلنا عليها ونعتذر لمشاهدين عن هذه الصورة الصادمة الذي تظهر بجلاء العنف الإرهابي الخطير الذي تعرض له هذا الضابط الذي كان بصدد القيام بمهمته الأمنية شكرا